فهل أن الطوسيين نواب لصاحب الزمان كما يزعمون وشلون نواب؟ بعد واحد يلوم النجفيين من يصفقون ويهوسون آية الله شلون آية يروح فدوة للمطاية؟ والله مو للمطاية يروح فدوة يروح فدوة الروث المطاية آية الله شلون آية يروح فدوة الروث المطاية أقرأ عليكم مما جاء مرويا عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من الجزء الثالث من مجموعة عوالم المهدي إنها العوالم ومستدركاتها العوالم لعبد الله البحراني والمستدركات لمؤسسة الإمام المهدي في مدينة قوم إنها طبعة هذه المؤسسة صفحة 317 رقم الحديث 1804 من خطبة خطبها سيد الأوصياء في الكوفة من جملة ما قال فيها وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أميه وتخرج راية إنها راية مميزة في النجاف وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أميه بدعم أموي ابحثوا عنها في أيامنا هذه هل لها من مصداق إلى أن يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وإياكم وإياكم والدجالين من ولد فاطمة وإياكم والدجالين من ولد فاطمة فإن من ولد فاطمة دجالين من ولد فاطمة وإياكم والدجالين من ولد فاطمة من أصحاب العمائم السوداء وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أميه كم هي خطرة هذه الراية التي يتحدث عنها أمير المؤمنين في أيام خلافته كم بيننا وبين ذلك الزمان من القرون منذ ذلك الوقت أمير المؤمنين يحذر من هذه العمائم وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة إنها راية قد بسطت سلطتها وإلا لو كانت على الحاشية لو لم تكن مطاعة لو لم تكن هي العليا لما حذر منها أمير المؤمنين خرجت رايات ورايات ورايات لم تذكر ولم تأتي الإشارة بخصوصها وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية هية راية في الكوفة لها السلطة إنها المرجعية السستانية إن لم تكن هذه الكلمة بخصوصها فهي مصداق من المصادق ينطبق هذا الكلام عليها لم تحظ مرجعية في التاريخ الشيعي بدعم النواصب مثل ما نالت المرجعية السستانية البترية الناصبية لقد حصلت من الدعم الناصبي الكثير الكثير والعلاقات متواصلة مترابطة فيما بين هذه المرجعية البترية القذرة وبين النواصب أعداء دين العترة الطاهرة هذه حقائق حقائق وقد عرضت ما يثبتها من الأدلة والوثائق الوقت لا يكفي كي أعرض لكم ما أعرض لكم من الوثائق عودوا إلى برامجي عودوا إلى برامجي ستطلعون على الكثير والكثير من الحقائق والأدلة الدهنغة والحجج القاطع إن لم تكن هذه الكلمات تقصد المرجعية السستانية بعينها فإن المرجعية السستانية مصداق ينطبق هذا الكلام عليها بشكل واضح وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية إلى أن يقول سيد الأوصية وإياكم وإياكم والدجالين من ولد فاطمة فإن من ولد فاطمة دجالين هذا الكلام هذا الكلام حدثتكم عنه بالتفصيل في برامج السابقة أقرأ عليكم من كتاب صفات الشيعة للصدوق المتوفى سنة ثلاثمية وواحد وثمانين للهجرة إنه الحديث الرابع بحسب تسجسل الأحاديث في هذا الكتاب في كتاب صفات الشيعة بسنده بسند الصدوق عن أحمد ابن محمد الخزاز قال سمعت الرضا إمامنا الثامن وولينا الضامن صلوات الله عليه إنه إمامنا الثامن في سلسلة الأئمة الاثني عشر وهو إمامنا العاشر في سلسلة الأئمة الأربعة عشر الخزاز يقول سمعت الرضا هكذا يقول إمامنا الرضا صلوات الله عليه إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال إن ممن يتخذ مودتنا يعتقدها يتخذها دينا مثل ما يتخذها الطوسيون إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال فقلت له أحمد الخزاز يقول لإمامنا الرضا فقلت له يبنى رسول الله بماذا بأي أمر قال قال بموالات أعدائنا ومعادات أوليائنا وصف دقيق للمرجعية السيستانية وسائر المرجعيات الطوسية فالنجف بموالات أعدائنا ومعادات أوليائنا إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق بوجدانكم هذه الحقائق تنطبق على مراجع النجفي بشكل عام وعلى السيستاني بشكل خاص أو أنها لا تنطبق ماذا تقول إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال فقلت له يبنى رسول الله بماذا قال بموالات أعدائنا ومعادات أوليائنا إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق إمامنا الصادق يقول إنه الحديث الخامس عشر من أحب كافرا فقد أبغض الله أكفر الكفر في الكتاب الكريم إنه الكفر ببيعة الغدير بحسب الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي القضية واضحة بالنسبة لنا وإن لم تفعل فما بلغت رسالته التوحيد النبوة القرآن وكل الرسالة وكل الدين يساوي صفرا من دون بيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين هذا أشد الكفر لأنه كفر بشيء جعل التوحيد والنبوة والقرآن وكل الدين من دونه يساوي صفرا بنص القرآن وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين فأكفر الكفر هو الكفر ببيعة الغدير الصادق يقول من أحب كافرا فقد أبغض الله ومن أبغض كافرا فقد أحب الله ثم قال صديق عدو الله عدو الله وفي نص عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه يرويه الشيخ المفيد في كتابه الاختصاص صديق عدو علي عدو علي الكلام هو هو عدو الله عدو علي ولي الله ولي علي اللهم والي من والاه وعادي من عاد في بيعة الغدير وانصر من نصر واخذ من خذ له صديق عدو الله عدو الله صديق عدو علي عدو عدو علي يبن رسول الله بماذا بماذا فجاء الجواب واضحا بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق لأن علي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق هذا المضمون ليس في كتبنا فقط في كتبهم في كتب سقيفيبني ساعد في صحاحه هذه المضامين مضامين أن علي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق ومن أنه القسيم قسيم الجنة والنار من المعاني الموجودة في كتبهم علي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق هي هذه قسمة واضحة فيما بين الجنان والنيران وإن كانت في أدنى المستويات وإلا فإن أحاديثنا تقول أمير المؤمنين هو الذي يدخل أهل الجنان جنانهم ويدخل أهل النيران نيرانهم ثم يغلق أبواب الجنان وينادي وينادي يا أهل الجنان خلود خلود ويغلق أبواب النيران وينادي يا أهل النيران خلود خلود ابن أبو الحديد المعتزلي في إحدى قصائده يخاطب أمير المؤمنين إذا كنت للنيران في الحشر قاسما أطعت الهوى والغي غير محاذري لكنني لا أقول هذا البيت وإنما أقول الذي بعده فابن أبو الحديد هكذا قال إذا كنت للنيران في الحشر قاسما أطعت الهوى والغي غير محاذري لا أقول بهذا أقول بالبيت الذي بعده بتوفيق صاحب الأمر يا أمير المؤمنين نصرتك في الدنيا نصرتك في الدنيا بما أستطيعه وإنني لا أستطيع شيئا ولكن أهدت سليمان يوم الحشر نملته رجل الجراد التي قد كان في فيها وترنمت بفصيح القول واعتذرت إن الهدايا على مقدار مهديها فأقول ما قاله ابن أبي الحديد في هذا البيت نصرتك في الدنيا بما أستطيعه فكن شافعي يوم المعاد وناصري يا أمير الأمراء نذهب إلى فاصل من حديث طويل مفصل رواه المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من الجزء الخامس من مجموعة عوالم المهدي من عوالم العلوم ومستدركاتها هذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة في صفحة السابعة والسبعين المفضل ابن عمر رضوان الله تعالى عليه يسأل إمامنا الصادق صلوات الله عليه عن الفارق فيما بين الناصبة والمقصرة الإمام الصادق يقول يا مفضل الناصبة أعداءكم إنهم أتباع سقيفة بن ساعد يعادون الشيعة ولا يظهرون العداء للعترة الطاهرة بل يظهرون أنهم يحبون أهل البيت ويوجبون حب أهل البيت في كتبهم لكنهم يظهرون العداء والبغضاء للشيعة الرافضة ما هذا هو المعروف منذ قديم الأزمان وإلى هذه اللحظة الصادق يقول للمفضل بعد أن سأل المفضل إمامنا الصادقة عن الفارق فيما بين المقصرة والناصبة الإمام يقول يا مفضل الناصبة أعداءكم والمقصرة أعداؤنا المقصرة هم سقيفة بني طوسي سقيفتان سقيفة بني ساعد يظهرون العداء للشيعة هم أعداء العترة هم الذين قتلوا العترة لكن البرنامج هكذا يجري بينما المقصرة ينتقصون أهل البيت في كتبهم في معتقداتهم وفي الوقت نفسه يظهرون حرصهم وحبهم للشيعة والسقيفتان شيطانيتان يا مفضل الناصبة أعداءكم والمقصرة أعداؤنا لأن الناصبة تطالبكم الذين هم سقيفة بني ساعد لأن الناصبة تطالبكم أن تقدموا علينا أبا بكر وعمر وعثمان ولا يعرف من فضلنا شيئا والمقصرة قد وافقوكم على البراءة ممن ذكرنا فهم يقولون نحن نتبرأ من سقيفة بني ساعد وعرفوا فضلنا وحقنا فأنكروه وجحدوه وقالوا هذا ليس لهم لأنهم بشر مثلنا وقد صدقوا إننا بشر مثلهم إلا أن الله بما يفوضه إلينا من أمره ونهيه فنحن نفعل بإذنه نحن عندنا ولاية مطلقة نفعل بإذن الله لكن المقصرة إنهم أطوسيوه هذا حديث إمامنا الصادق مع المفضل أقرأ عليكم الحديث مرة أخرى المفضل يسأل الإمام الصادق عن الفارقي فيما بين الناصبة والمقصرة الناصبة سقيفة بني ساعد المقصرة سقيفة بني طوس يا مفضل الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا الطوسيون أعداء العترة ولذا ينتقصون من العترة لا ينتقصون من الشيعة بينما الوهابيون لا ينتقصون علنا من العترة الطاهرة ينتقصون من الشيعة الرافضة هذا هو الوق يا مفضل الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا لأن الناصبة تطالبكم أن تقدم علينا أبا بكر وعمر وعثمان ولا يعرف من فضلنا شيئا والمقصرة قد وافقوكم على البراءة ممن ذكرنا وعرفوا فضلنا وحقنا ما هي الشبكة العنكبوتية فيها الكثير من المواقع والقنوات للطوسيين يتبرؤون من أبي بكر وعمر ويناقشون الوهابيين وهم طوسيون لا يعرفون حقيقة حالهم والمقصرة والمقصرة قد وافقوكم على البراءة ممن ذكرنا وعرفوا فضلنا وحقنا فأنكروه وجحدوه وقالوا هذا ليس لهم لأنهم بشر مثلنا وقد صدقوا إننا بشر مثلهم إلا أن الله بما يفوضه إلينا من أمره ونهيه فنحن نفعل بإذنه في الصفحة الستين الإمام يحدث المفضل عن المقصرة يا مفضل المقصرة هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا وأفضى إليهم سرنا فشكوا فينا وأنكروا فضلنا وقالوا لم يكن الله ليعطيهم سلطانه وقدرته إنهم كأمثالنا هذا هو واقع الحوزة الطوسية النجفية دقيقوا النظر في هذه الكلمات الإمام الصادق يقول للمفضل يا مفضل المقصرة هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا الأسباب متوفرة لهم هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا وأفضى إليهم سرنا بإمكانهم أن يطلعوا على حقائق عقيدة العترة الطاهرة فشكوا فينا وأنكروا فضلنا وقالوا لم يكن الله ليعطيهم سلطانه وقدرته ومن هنا فإن الناصبة أعداء الشيعة العنوان البارز له المقصرة أعداء العترة ففروا فروا من أعداء العترة وخلصوا أنفسكم ولذا فإن إمامنا الصادقة في رواية التقليد ماذا قال عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه لماذا هم أضروا على الشيعة لأنهم يعادون العترة يعبثون بدين العترة الطاهرة ولذا فإن ضررهم الأكبر سيكون على الشيعة الشيعة لا تعرف ذلك هكذا قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ماذا قال عن هؤلاء يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا بعض علومنا الصحيحة شيئا من علومنا الصحيحة وينتقصون بنا عند نصابنا عند نصابنا من أتباعهم أو من نصاب سقيفة بني ساعدة من الذين يتواصلون معهم وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه يضيفون إلى هذا القليل الذي تعلموه من علومنا الصحيحة ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المسلمون من شيعتنا وفي نسخة المستسلمون من شيعتنا الذين استسلموا لهم ذبها برقبة عالم واطلع منها سالم هؤلاء هم المستسلمون فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم وأضلوا الشيعة معهم هؤلاء هم الذين وصفهم الأئمة بأنهم قتلت الحسين في آخر الزمان أقرأ عليكم من الهداية الكبرى للحسين بن حمدان وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي إنها النسخة التي هي بتحقيق الشيخ مصطفى صبحي هذه الطبعة الكاملة المحققة هناك طبعات ناقصة قد لا تجدون هذه الرواية فيها هناك طبعات تنتهي عند الباب الرابع عشر هذه الرواية من روايات الباب الخامس عشر صفحة خمسمية وأربعة وسبعين المفضل ابن عمر يحدثنا عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان قتلت الحسين قتلوه بشكل مباشر في شهر محرم في عاشوراء في السنة الحادية والستين بعد الهجرة في آخر الزمان في زماننا من هم قتلت الحسين إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان فيزورون قبره إنهم زوار الحسين ويتشافون بتربته هؤلاء هم أتباع المراجع الطوسيين المقصرة إلى أن تقول الرواية محمد ابن سنان يسأل الإمام الرضا بعد ذلك عن قتلة الحسين هؤلاء قال قلت فمن هؤلاء قتلة الأنبياء في كل زمان لأن الإمام الصادقة هكذا قال وهم قتلة الأنبياء في كل زمان محمد ابن سنان يسأل الإمام الرضا فمن هؤلاء قتلة الأنبياء في كل زمان الإمام قال له المنتحلة لولايتنا ينتحلون يعتقدون بولايتنا وقد مر هذا علينا من أن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال المنتحلة لولايتنا وليسوا منا هم يعتقدون بولايتنا لكنهم ليسوا منا لماذا؟ لأنهم طوسيون من الفرق الضال من المذاهب الأخرى وليسوا من الفرقة الناجية التي هي العترة الطاهرة والتي دينها هو دين العترة الطاهرة دين محمد وآل محمد ما هو بمذهب كما يقول لكم الطوسيون من أنه مذهب أهل البيت من أنه المذهب الجعفري من أنه المذهب الإثنى عشري من أنه مذهب الإماميين كذابون هؤلاء هؤلاء يتحدثون عن المذهب الطوسي وهو مذهب عباسي خامس يضاف إلى المذاهب العباسية الأربع الحنفي والشافعي والمالك والحنبلي وهذا المذهب الطوسي الضال النجس الذي ضحك به الطوسيون على أجدادنا وآبائنا هؤلاء هم قتلت الحسين في آخر الزمان يزورون قبره يتشافون بتربته والإمام الرضا يقول ينتحلون ولا يتنى وليسوا منا ثم هكذا يقول إمامنا الرضا فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين اللاعنون منهم اللاعنون بحسب ثقافة العترة بحسب القرآن لأن القرآن ذكر هذا الوصف ذكر وصف اللاعنين اللاعنون بحسب تفسيرهم لقرآنهم محمد وآل محمد لعنتهم لها تأثير كلعنة الله أما لعنة أنا ولعنتكم أنتم لن تكون مؤثرة إلا إذا أراد الإمام المعصوم أن تكون لعنتي وأن تكون لعنتكم مؤثرة حينئذ ستكون هذا اللعن من الله ومن محمد وآل محمد على زوار الحسين الذين يتشافون بتربة الحسين الذين هم أتباع المراجع كما وصفهم إمامنا الصادق من أنهم أضروا على الشيعة على الشيعة العترة الطاهرة وليس على الشيعة الطوسيين إنهم أضروا من جيش يزيد على الحسين وأصحابه أضروا على الشيعة العترة الطاهرة فالمراجع ألعنوا من قتلة الحسين أتباعهم مقلدوهم كقتلة الحسين القضية واضحة المنطق واضح الرواية في تفسير إمامنا الحسن العسكري من أن المراجع هم أضروا من قتلة الحسين ألعنوا من قتلة الحسين أتباعهم سيكونون كقتلة الحسين الرواية هكذا تقول من أنهم يزورون قبره يتشافون بتربته ينتحلون ولاية محمد وآل محمد المنتحلون لولايتنا وليسوا منا فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين كان بيودي أن أقرأ الكثير من الأحاديث لكن سيف الوقت يقطع ويقطع ويقطع فسيف الوقت قطع الحلقة هذه الحلقة الأخيرة نلتقي نلتقي قريبا إذا جرت الأمور بأسبابها وبقينا أحياء نفترق على مودة الزهراء ونلتقي على مودة الزهراء إن شاء الله تعالى زهرائيون نحن والهوى والهوى زهراء هذه الحلقة ستعاد يوم غد لأهميتها بعد يوم غد سنعيد بث هذا البرنامج من أول حلقة برنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان سيتوقف سيبث في الوقت نفسه من وقت بث برنامج الأمان الأمان ستبث مجموعة حلقات أعرف إمامك من برنامج الخاتمة إذن هناك برنامجان سيبثان يوميا برنامج الخاتمة مجموعة حلقات أعرف إمامك إنها العقيدة السليمة وهذا البرنامج لمدة شهرين تابعوا البرنامجين قدموا لدينكم شهرين من الزمان وادرسوا هذين البرنامجين وبعد ذلك احكموا ما تريدون أن تحكموا في مجموعة حلقات أعرف إمامك ستطلعون على عقيدة دين العترة الطاهرة إنها العقيدة السليمة التي يريد صاحب الأمر منكم أن تعتقدوها وأن تعرفوها وأن تتدبر مضامينها أما في برنامج ما بين واقعين واقع الدنيا وواقع الدين فإنكم ستعرفون الحقائق التي غيبت عنكم هذا إذا كنتم تريدون خدمة إمام زمانكم أذكركم بقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو أدركته لو أدركته القائم لخدمته أيام حياتي نلتقي قريبا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر